من المقارر يشارك منتخبنا الوطني بكرة السلة في بطولة البحرين الدولية السعدادة لخوض الجولة المقبلة من التصفية الأسيوية المؤهلة إلى مونديال الصين عام 2019 درجة عالية حصل عليها الدور العراقي الممتاز بكرة السلة بعد أن قدمت أغلب الفرق عروضا ممتعة وجميلة فيه دلت على التطور في مستواها وهذا الشيء لم يأتي من فراغ أو من صدفة تواجدت لكنها جاءت بتعاون وهمة إدارات الأندية واتحاد اللعبة الذين وفروا أراضي خصبة وكل عوامل النجاح من أجل أن يكون الناتج إيجابيا لتقوية أرضية هذه اللعبة وجميع اللاعبين المنضوين تحت خيمة المنتخب الوطني الذي هو على أعتاب الدخول بمشاركة جديدة في بطولة البحرين الدولية التي ستنطلق منافساتها الشهر الجاري بمشاركة عربية واسعة التواجد بهذا التجمع له فوائد عديدة تصب في مصلحة منتخبنا وهو تمكن الكادر التدريبي من كشف جميع التفاصيل ونقاط الضعف في جسده من أجل معالجتها بسرعة ممكنة وتلافيها وعدم الوقوع فيها قبيل الإبحار بمشاركته المهمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في الصين 2019 إذ إن منتخبنا تنتظره مباراتان مهمتان الأولى مع كازاخستان في التاسع والعشرين من حزيران المقبل والثانية مع قطر في الثاني من تموز أبناء الرافدين يحتلون المركز الثالث بمجموعتهم التي تضم كل من إيران وكازاخستان وقطر زيد غالب العراقية الرياضية